السلام عليكم. النهاردة هنبدأ نتكلم على واحد من اهم الشابتر اللي كتبها الاستاذ نورمان اسمها interaction with everyday things. ها الشابتر ده واحد من اهم الشابتر لان الشابتر اللي بليه كان بيكلمنا على how human interacts with computers. how human think. الوعي بتاعهم. اما الشابتر ده بيقول لنا ازاي الهيومنز بيتعاملوا مع الاشياء اللي حواليهم. ودي الحقيقة برضو من الحاجات اللي بتخص الهيومنز. اه طيب تعالنا نبتدي نفهم كده هو ليه اصلا احنا محتاجين نفهم الشابتر ده. لان قالك صراحة الهيومنز بيتعامل مع variety of devices مما بين بقى hardware components وما بين computer programs. زي digital watch الموبايل فونز الدورز مش عارف كزا كزا كزا. في منهم حاجات very difficult وفي حاجات منهم frustrating. frustrating هنا معناها انها موفبطة. انت بتيجي تستخدم software تبقى محبط تبقى frustrated. طيب تعالا هنا يقول لك هنا بقى وركز معي في اللي جاي ده. ممكن يبقى عندي very poor design. ما يخلنيش اعرف استعمل software او اعرف استعمل interface. فده يخليني في الاخر ابقى محتار اعمل ايه. اه وده بيعاكس التسلسل المنطقي الانتر اكشن اللي المفروض الهيومن يعمله مع هذه الحاجة. زي مثلا لو انا جيت قلتلك والله عندي ازازة مية وفيها grip فيها حتة كده في النص. هل منطق ان انت تمسكها من فوق او تمسكها من تحت؟ اكيد لا. كل الناس هتمسكها من grip اللي في النص. ليه لان ده نسميه constraint. بيفورس مي ان انا امسك الابجيكت ده من المص. نفس الكلام ده بيحصل في السوفتوير. في حاجات بتخليك تبقى عندك normal process. بتخليكش تبقى confused. بس انا قال لك ايه بقى? قال لك لو انت عملت poor design. this will lead to frustration. كاول مرحلة. اثنين. confusion. دي تاني مرحلة. ثلاثة. error. يقينا. هتطلع ايه؟ error. طيب. on the other hand لو انت عندك well designed object. هيبقى very easy to understand. هتعرف تعمله interpretation بسهولة جدا. وهتستخدم الموجودة عليه. علشان تعرف تستخدم هذا الانترفيس. والحقيقة احنا بتشوف الكلام ده في applications كتير قوي على الانترنت. دعنا مثلا نقول عندنا اربعة software بيعملوا ميسنجنج. واتساب وامو. وتليجرام ومثلا ميسنجر مثلا. which for them is frustrating? which for them is confusing? which for them to understand. طيب هنا بابتدأ يقول لك ايه؟ we have to follow a strategy. لو انت عملت following للستراتيجي دي. انت كده هتعرف تطلع very good very good user interface. number one use affordance, constraints, good conceptual models, mixing visible, and use mapping techniques, feedback, and balance the number of features versus controls. دعنا نبدأ بأول حاجة. أول حاجة اسمها الأفوردنس. والأفوردنس refer to the perceived actual properties of an object which helps the user to determine how to use or how to interact. إذن الأول حاجة حضرتك النهاردة محتاج تفهمها. هو معناها ايه؟ الأفوردنس. الأفوردنس معناها هو ازاي اليوزر لما بيبص على حاجة معينة في الانترفيس يفهم منها ازاي يستعمل هذا الانترفيس. او الحاجة دي هيبقى الاكشن بتاعها هو عبارة عن ايه؟ زي مسلا علامة الاكس اللي موجودة هنا او العلامة دي اللي ما نعرفش ممكن يكون معناها ايه؟ وعلامة الشرطة اللي مجتوب عليها منيمايز. في منهم حاجات ستريت فورد زي علامة الاكس انا على طول هترجمها انها close the screen. وبعض العلامات الاخرى انا غالبا مش هعرف استخدامها. فحنا الحقيقة عندنا بعض الوبجيكس very easy to use وبعض الوبجيكس ممكن تبقى very hard to use. فاني يقولك it should be obvious how a control is used. طيب يدينا اللي هو الاكسامبل على physical products زي مثلا place and doors. المعابض اللي تبع على البان. النوب عشان تعملها turning. ال slopes عشان تعمل جواها insert. دي اكسامبل كثيرة لgood affordance. المجموعة لفوق. المجموعة لتاحت دي examples for bad affordance. مثلا هنا يقولك انهي باب. انهي الباب ده مثلا على الشمال ده. انت متبقاش عارف هو ده push ولا pull. لكن لو حطناه لك يافضل هنا حتى تفرق ما بينهم. ال affordance بنشوفه في user interfaces على هيئة علامات زي مثلا plus or minus. bottom اسمه مثلا increase or decrease. مثلا تلاقي زرار مثلا هنا مكتوب عليه اكس. دي بنسميها good affordance. good affordance هو ازاي استخدم السيستم بتلقائية. تمام? وازا ما قلتلكو في interfaces كتيرة جدا بما عندنا الموضوع بتاع ال affordance. الموضوع التاني هو constraint. المحددات. ازاي قدر استخدم المحددات. علشان ألمت السيستم بتاعي. زي مثلا هنا بقل لك ايه. المحددات دي ممكن نشوفها في physical objects. مثلا لو انا عندي دباسة. وقلتلك استخدمت دباسة. فانت غالبا هتستخدمها من فوق. طب جربك هتستخدمها من تحت. طب هات مقص وجرب تمسك المقص من السلاح بتاعه وتقفش. ولا هتستخدمه من المقبض بتاعه. ده بنسميها physical constraints. constraints اتعملت. علشان تحدد استخدام الشيء اللي انا بتعامل معه. طيب في ال interfaces بقى. الكلام ده بيبان على ايه. بيبان على ايه. بيبان على ايه. مثلا. toggle buttons. زي مثلا. toggle buttons اللي حضرتك اه شايفها هنا. toggle buttons دي بنسميها. بنسميها محددات لاستخدام السيستم بتاعي. تمام? فدي بنسميها constraint. زي مثلا انا نشوف علامة البطن اللي اسمه ده. وبطن اسمه settings. ده بنسميه محددات. كويس؟ ده بيسميه constraint بتخلي السيستم بتاعي اقدر ان انا اه اتعامل من خلاله. كمان constraints دولة ليهم عائلة اكبر شوية. العائلة اللي اسمها culture constraints. culture constraints دي بت include حاجات كتير جدا جدا زي مثلا. generation وال gender وال family وال religion وال corporates وال global وال country وال districts. اشهر اشهر مجموعة فيهم هي المجموعة بتاعة country. دول اشهر والعروب والاجناس وخلافه. عمدنا كمان المجموعة التانية اللي مشهورة او مجموعة gender و مجموعة corporates. التلاتة دولة هم اشهر ثلاثة. دعنا مثلا نشوف هنا example لموقع زريف اسمه travel bird. فيقولك travel bird ده لو انت دخلته من هولاندا هولاندا. هتشوف الانترفيس اللي على الشمال ده. اما لو انت دخلته من جيرماني. علشان جيرماني عندهم تأشيرات ومش عارف ايه ورجوليشنز معينة للسفر. فهتشوف المنظر ده. اذا الانترفيس could change accordingly الpayment method اللي في ال country. accordingly الرجوليشن بتاع ال country. كمان ممكن نشوف مثلا نفس الموقع بس لو انا جوه corporate اللي انا بقى اكسس الموقع ده من جوه corporate. غير لو انا بقى اكسسه من برا ال corporate. ده برضو نسميه culture constraints. تعالة مسلا نشوف هنا example ليه. ال gender constraint. ده موقع ل اوبر. اه عاملين فاسيليتي اسمها women plus connect. اللي هو بيحاول يماتش ال women عشان يركبهم بعضهم. الموقع ده موجود في الفلبين. علشان معمول الانترفيس ده مخصوص للجندر. والحقيقة المضوع بتاع ال gender equality وان يبقى فيه عندنا systems بالtarget الفيميلز او systems بالtarget الميلز. ده بقى من المواضيع الهيلة جدا اللي موجودة في ال HCI ومس كتير بتحاول انها تنفذها فعلا على ارض الوقت. يبقى جيمي احنا كده شوفنا affordance. شوفنا constraints. شوفنا culture constraints. تعالا بقى نبدأ مع حاجة مهمة جدا اسمها الconception models. الconception models هي الحاجات اللي بتيجي للهيومنز او بتتعلمها الهيومنز من ال experience من الحاجات اللي بتعاملوا معها طول الوقت. زي مثلا انت بتشوف مثلا ال object معين بتشوف ان انت بتعمل معها بتشوف انترفيس معينة بتتعمل معها بطريقة معينة فبتنقل الخبرة دي الى الانترفيسز الاخرى. طيك فعلك مثلا ايه? a good conception model هيخلي اليوزر يوبرات blindly. يعني بنقولها كده بالعربي. اليوزر حيلطش في الانترفيس بتاعك. لانه مش عارف الزرائر دي بتعمل ايه? فحيجرب. لو ده حصل اعرف ان انت عملت very poor conceptual model. make the difficult to determine the effect of the action. مش متوقع الحاجة اللي عملها دي. هتعمل ايه في المستقبل? make متخيل. هو هعمل ايه في situations الجديدة? ايه اللي ممكن اه يحصل في situations الجديدة? طيب الكلام يبدو هنا اه ان هو اه مش مفهوم. علشان نفهم الجزء بتاع conceptual model ده هفرجك واحد من الانترفيسز. الحقيقة الانترفيسز ده يعني almost اتعمل من اجل هذا الكورس. اه وهذا الانترفيس اتعمل علشان اه نعلم الناس. نخلي الناس تتعلم يعني ايه bad user انترفيس. وقدي ايه تأثير ال bad user انترفيس ده انا على ال human use. طيب تعالى مثلا هنا هفرجك حاجة من العيلة بتاعت ان ال poor design هيؤدي الى ايه? هنخش هنا مثلا ده مفهود نوعا سيستم بيرائب او يعني بيمونيتور ال graduation project life cycle. ثم هنلاقي هنا في clicks. يعني الحاجات دي كلها click. هسأل لك دولات السؤال مهم جدا. انت لما توقف على click هنا ما بيظهر لكش اي حاجة. مفيش اي نوع من انواع البوبا. مفيش اي تايتل للينك ده. ايه اللي انت متوقعه كويس ان انت لما تclick هنا ايه اللي هيحصل. الحقيقة لو روحنا هنا كمان شوية على العلمين. هنلاقي هنا ايه في علامة اكس. علامة اكس دي احنا اتفقنا انها مربوطة في المنتل موديل بتاع الهيومن بعلامة الكلوز. اللي هي ايه موجودة هناك. شايف الاكس دي. هي هي نفس الاكس اللي محدودة هنا. فغالبا دي معناه ايه ديليت. طيب يبعنا هنا متوقع ان دي معناها ديليت. طيب يا ترى لما هكلك هنا ايه اللي هيحصل ده ديه clickable. هل انا هديليت؟ اه هو ده بقى السؤال ده اللي احنا منعليه poor design. force user to to operate blindly. يعنيه blindly. طيب ما تيني نجرب. it is difficult to determine the effect of action. and make it difficult to figure out what to do in every situation. طيب تعالى نجرب كده نتليك على اي حاجة. فقالي هنا ايه. ceases id set to active. يا سلام. بس كده خلاص. ايوة ايه اللي حصل. ايه اللي حصل في الانترفيز بتاعي. ما نعرف شيء. اه اول ما تلاقي نفسك ان انت هنا مش عارف ايه اللي حصل. بص ايه بقى ايه اللي هيحصل لك. اهو. نفس اللي تقال في اول شكل. اول ما اليوزر يبقى عنده poor design. هيبقى frustrated. محدد. مش عادة. انا اللي ما عملت click ايه اللي حصل. confused. طب هو معناها ايه ان id is set to active. زيب? he start to make errors. هيبتدي بقى ايه? يلطش في السوفتوير بتاعك. علشان يحاول يفهم هو ايه اللي حصل. زي مثلا هو ما يخش مرة تانية. طب يجرب يكليك على حاجة تانية. يحاول يكتشف ايه اللي بيحصل في السيستم. والحقيقة ده من اسوأ انواع الانترفيز اللي انت ممكن تستعملها. يبقى ايه? حاول انت دايما تستخدم conceptual models. الconception model Z تبقى واضحة. علشان ما تقندش ان اليوزر ياوكريت بورلي. طيب. تعال بنا نشوف اول حاجة من الحاجات الكويسة في استخدام الconception model. اول حاجة اسمها الميتافورس. الميتافورس بالعربي معناها الاستعارات. يعني انا استعيير حاجة. موجودة فعلا في الحقيقة. علشان استخدمها جوه الانترفيز بتاعي. لان الاستعارات هي اكتر حاجة بتماب ما بين الدماغ بتاعة الهومن. الحاجة اللي هو بيعملها اصلا في الحقيقة. الى الحاجة اللي هتبقى موجودة في السوفتوير بتاعه. هنا بدينا مثلا الديسطوب اللي هو سطح المكتب بتاعه. هو هو اللي موجود في الوبراتنج سيستم فعليا. المسلا الى اللي هي ملخات والاركايفز هي هي الفايل ستوريج بتاعها. تعالوا تشوف الاول فيزيكال متافور مشهور قدا هو الكالكوليتر. الكالكوليتر اللي انت بتشوف طول عمرك زمان متافوري كان بيه. بقى هو هو اللي موجود على الموبايل اجزاكلي. هو هو. تمام? وتعمل ليه? علشان سهولة الاستخدام. تخيل كده لو ده ما كانش موجود هنا. لو الانترفيز ده ما كانش زيه الانترفيز ده لكن زمانك هنا ايه هتكره نفسك. طيب في متحولات صريفة جدا لموضوع الميتافورس سنة اربعة وتسعين. جاء مجموعة من الانترفيز عملوا الوبراتنج سيستم. الوبراتنج سيستم ده شبهوه بالاوربن اوبراتنج سيستم. وقالوا هنا هنعمل ديسكتوب زي ديسكتوب فعلا كأنه المكتب بتاعك. وهيبتدي هنا يستخدم الميتافورس. زي مثلا عربية القمامة دي هي بالنسبة لك. مثلا الدرج ده مرسوم عليه كالكوليتر فلما تفتحه يطلع لك كل الاكسل بقى والريتر وخلافه. هنا ده الحاجة المخصوصة للاميلات. هنا مش عارف للتايم ان هنا للتايم اوت. ودي كانت من محاولات الزريفة لاستخدام الميتافورس الحقيقية فعلا في الحياة ان انت تستخدمها آآ علشان تعمل بتشوف كتير جدا المسلا السجل للحضور والانصراف اللي هو الدفاتر اللي الناس كان بتكتبها زمان ازاي تحولت الى اكسل فايلز ميتافوريكا. الاكسل فايلز ما هو إلا شكل من اشكال الميتافورس اللي كانت موجودة من قدام الازل الدفاتر. وللغاية دلوقتي فيه ناس كتير بتشتغل بيها. طيب احنا بنشوف نواة دايز الميتافورس فيه. بنشوفها الحقيقة مثلا آآ على ابليكيشنز على الموبايل زي اللايبري مثلا. ويدي لك فعلا الشكل بتاع رفف المكتبة علشان بتسحب من عليه كتاب. ان انت تشوف التابز في ويب سايتز. وده نفس الشكل اللي متاخد من الحقيقة الميتافوريكا ياهو. لمنوات اللي كان فيها تابز وبتاعه التقل بالتابز. ولكن هنا ابتدأ اقول لك ايه. خد بالك ان الميتافورس بتشتغل على بتاعت الهيومن آآ آآ نولج. فا ايف يو يوز. آآ يعني اصلا اخيال عندك المكتبة دي. مفروض ان انا اكليكي هنا على الكتاب. اسحب الكتاب. لقيت الكتاب ده طر لفوق مثلا. او لقيت المكتبة دي بتلف. آآ ده outside the user. what is the user anticipate? could be also metaphors to be too rigid. او inefficient. زي مثلا ان انا لما اجأ سكيل الانترفيس دو اصغره او اكبره الاقي المكتبة دي اللي انت فيسته حباس خالص. او استخدم الميتافورس outside the user experience. يعني مثلا تخيل كده مثلا استخدم المكتبة علشان بالرفوف اللي عليها. علشان مثلا اطلع الايميل زي تعالي. هنا الايميل رقم واحد. هنا الايميل رقم اثنين. هل انت شفت المنظر ده في الحقيقة؟ اكيد لا طبعا. فاستخدامك لميتافورس بره اليوزر understanding. هيؤدي بايه? هيؤدي بانترفيس بايس جدا يعني. تاني conception model هو visibility. ازاي تقدر تستخدم او ازاي تخلي الانترفيس بتاعك يبقى فيه visibility. واليوزر يقدر يوبرات وياندرستاند وي ريميمبر. تمام? الي ايه? الايميل اللي هو بتعمل معها. make the correct part of the control visible. ما تخليش كل حاجة تبقى visible. when number of possible action exceeds the number of control. some functions become invisible resulting in complexity. قبل ما ناخد ايه? تعالوا نبص كده على الشكل ده. الحقيقة الراجلة على الشمال ده سوفت وير اسم جيمب. جيمب ده واحد منهم اشهر السوفت وير اللي معمولة open source وتعمل في الاول على اللي نفسه باعة كده بقى موجود منه نسخ على على الويندوز. وهو المنافس القوي جدا للأدوب فوتوشوب. ده احسن نفسك سويا. كم واحد بيستخدم الادوب فوتوشوب كم واحد بيستخدم الجيمب؟ بالحقيقة الجيمب اتعمل ان كل controls اللي فيه تبقى visible علشان ال professional designers يقدروا يهيد بقى وديسبلي الحاجة اللي هو عاوزها. والحقيقة بالحاجة صعبة جدا. لان دايما هتلاقي الادوب مثلا على النقيد هو بيشو المنمم المنمم كنترولز اللي انت محتاجها وتقدر بعد كده تشو أو تهيد الفيزابيلتي. الانترفيس التاني هو الويندوز سنة الفين وسبعة. وده هنا بيقولي لك ازاي انت ممكن تخلي كل البوتونز تبقى visible. والحقيقة انت لو بصيت على هذا الانترفيس وبصيت على الانترفيس الجديد بتاع الويندوز بقى من اول الفين وعشرة اللي هو بيستخدم الريبون اللي هي الريبون اللي فوق ديا. هتلاقي ان انت صعب جدا ان انت تعمل 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 الشكل العجيب دوا. اللي هو تخلي كل حاجة visible. وده احنا ما نحبوش. فهنا بيقولي ايه. good visibility leads to easy to understand. easy to use. quick to learn. easy to remember. وعلى العكس لو انت استخدمت very bad interface أو very bad visibility. حيخل الناس تستخدم السوفتوير بتاعك blindly. هتاخد وقت طويل. to learn. to remember. فبالتالي ده هيؤدي في النهاية انت حيبقى عندك سوفتوير محدش بيستخدمه. فقالك هنا how to make things visible. استخدم بقى natural signals. استخدم some good mapping. الـ placement بتاع control يبقى مظبوط. حاول تخلي دايما لو عندك option انت to show and to hide. طيب. واحدة كده هيكلمنا على conceptual model التالت اللي هنتسميه المابين. والمابين بيربريزنت ازاي الـ humans بيرتبوا الحاجات علشان تبقى مابد في دماغهم. زي مثلا هنا على سبيل المثال بيقولك ان لو انت عندك stove وعندك فرن. او عندك يعني البتاجس. وهنا بتحط بتركب الزراير بتاعته. علشان تقدر تكون بيها العيون. فلما ترى تبدوهم بالشكل ده دايما هيبقى عندك ايه? هيبقى عندك هنا مأساة. هو الزرار ده او الزرار ده بيفتح العين دي? ولا بيفتح العين دي? طب لو احنا خليناهم بالشكل ده. طب لو خليناهم بالشكل ده. ده بنسميه ايه? direct mapping. طب بص هنا مثلا كده على ده stop فعلا من الحقيقة كده او ادي ادي اه 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 بوتاجس فعلا من الحقيقة. لو استخدمنا الرصة بتاع الزرار بالشكل ده. ده بنسميها direct mapping. والناس كلها الـ humans كلها نفسها ده يوصل لموضوع direct mapping. علشان يبقى عندنا clear map. ما بين الـ controller وما بين الـ function اللي بيقاديها الـ controller. طب تعال نشوف هنا example لـ bad mapping. آآ ده انترفيز بتاع تاكت ماشين. والمفروض ان الـ user لو عاوز يختار الزرار لخم واحد دي مش touch screen. لو عاوز يختار option لخم واحد حيدوس على الزرار ده. عاوز يختار option لخم اربعة حيدوس الزرار ده. عاوز يختار option لخم سبعة. آآ حيختار الزرار رقم اثنين. آآ هنا بقى ده ايه? bad mapping. ليه? لان اليوزر هيتدي compute عاوز يختار دي. فانا هختار انه واحدة من دول. فبالتالي ده متعب جدا بالنسبة لي اليوزر. طبعا عندنا اشهر mapping interface في الدنيا بتاع العربيات المرسيدس. آآ بتاع القطنية وازاي ان انت آآ هنا مثلا ده الكرسي ده شكل الكرسي في الحقيقة. وهنا آآ button directly mapped للأكشن بتاعه. ولكن عندنا هنا مجموعة buttons اللي هي الخاصة بالميموري. اقرب نات directly mapped. ما هماش مابد صراحة لليوزر. هيعمل بيهم ايه? ولازم اليوزر بتاني يفتكر ويليرن ويفهم المابنج ده معناه ايه? نفس الكلام على الزراير مثلا الخاصة مثلا بالمراية. آآ علشان تفهم كل واحد من الاربعة دول هتاخد وقت عشان تفهم المابنج. طيب احنا بنشوف المابنج في software frame. تعالوا نشوف واحد من الاشهر الاكزامبلز اللي حضرتكو الكا ديفلوبرز لازم هتعدي بالاكزامبل ده. كل الشركات عندنا كده صبورة لطيفة بنسميها الكمام بورد. اللي بتبقى متقسمة لتو دو وإن بروغرس ودن وكواليتي بتقسمها بالشكل ده. وبيجي الديفلوبر الصبح يسحب الحاجة بتاعته آآ من التو دو. بعدين ده واحد طبعا من اشهر الاجيل مثلس بعين يحطها في الام بروغرس. ولما يخلص يحطها في الدن. وبعد كده يلي واحد تاني هنا في الكواليتي اشورانس يحطها في الكولوم بتاع الكواليتي اشورانس. نفس الانترفيز بتاع كان دن بورد. اتقلب صراحة جوه السوفتوير اللي بتعمل بروجيك مانيجمنت زي الجيرا والتريلو. اتقلب بنفس السيكنس. او تو دو وإن بروغرس. وتقدر تشتل حاجة من هنا الهنا. هو ده اللي كلهم نفسهم يوصلوا للديريك مافيك. لو وصلوا له نجاح ان هم يعملوا انترفيز قوي جدا الجيرا والتريلو وأمثالهم واحد من اشهر السوفتوير اللي بتستخدم في البروجيك مانيجمنت. طيب كده قال لك ايه? لازم الانترفيز بتاعك يبروفايد فيدباك. كل ما هتدي فيدباك كل ما هيبقى عندك انترفيز. والفيدباك ده ممكن يبقى اوديابل ممكن يبقى فيجول ممكن يبقى يعني تحسيه في ايدك زي مثلا الوي كنترولر بتشوف الوينتر على السكرين بتشوف الهزة بتاعت الوينتر في ايدك وكمان بتسمع فيه سبيكر فبتسمع بلاي ستيشن جويستيك الجديدة كلها بتعمل التلات حاجات دول. كل ما هتروفايد فيدباك كتير كل ما ده هيبقى هايل جدا للسيسم بتاعك. وكل ما تشتعل على الحواسك بتاعت اليوزر زي التاتشين والفيجول والاوديتوري كل ما رح يبقى كويس. ولكن فيه حاستين اللي هما السميلينج والتاعتين. اللي الدين دولة مازالوا لغاية النهاردة واحد من البوينتس في سيرش قوية جدا جدا جوه اليومات كمبيوتر انتراكشن ازاي ممكن معاك جويستيك يطلع عليها. ازاي ممكن معاك جويستيك بيحس بالتاست او بيترانسفير التاست. هل ده ممكن يحصل؟ هل ممكن معاك دينا انترفييز بيعمل ده؟ حقيقة سون. هنشوف الكلام دوا ونشوف الريسيرش بتاعته وصلت لغاية فين. فأنا بيقولك ان انت لازم لازم تحضر الاربع كونسيب ستوى الاربع كونسيبشن مودلز اللي هما الميتافورس والفيزابيليتي والمابينج والفيدباك الاربع دول لازم تاخدهم في اعتبارك وانت بالدزاين اليوزر انترفيز بتاعك وكمان ما تنساش ان انت لازم تهتم بيه الافوردنس والكونسترينز علشان دولة من الحاجات اللي بتبقى مهمة جدا ان انت تاخدها في الاعتبار وانت بالدزاين الانترفيز بتاعك اتمنى ان الموضوع يكون بالنسبة لك سهل وتقدر ان انت تبني عليه ازاي ازاي تقدر تخلي اليوزر انترفيز بتاعك ما يبقاش بيه فروستريشن كونفيوجن و ايروش اشتركوا في القناة